مرحبا برج الجوساء هذي قراءتك العامة رح نلقي فيها نظرة عامة على الصعيد المهني او المالي عندنا ايضا الوضع الصحي العاطفي ورح نختمها باي اخبار ان تتوقعها او ترتقبها في هذا الشهر وايضا لدينا اول كرتين تبع الطاقة العامة لديك الكثير من الطاقة المائية وكرت الموت وهو ايضا برج العقرب ارى انك كنت مستقر بسبب ملك الاكواب كنت مستقر على وضعك لفترة طويلة مرتاح فيه في الوظيفة في المال في الدخل كان عندك نوع من الاستقرار ثابت على وضع معين لمدة طويلة ولكن هذا الوضع رح يتغير تغيير شامل تغيير جذري ولكن ايجابي اكثر الناس لما تشوف كرت الموت تخاف او تعتبره شيء سيء هو والبرج ولكن هو تغيير لابد منه احس انك صار لك فترة تنتظر تطورات معينة تأتيك على الصعيد المالي من اجل ان تحقق لنفسك الاستقرار الاسري الارتباط الشراكة كأنه في عندك شرط ان اول تحقق ذاتك تستقر ماليا من اجل ان تحقق الشراكة الفعلية على الصعيد العاطفي فالتغيير الشامل اتي لمحالة احتمال انه يضايقك شوي في البداية تعتبر انه تغيير كبير في فترة بسيطة احتمال مثل الترقية تكون او طلب زيادة على تجارتك على اعمالك على وجودك فراح تكون مثلا لمشغول لانا كنت مرتاح في وضعك السابق رح تعتبر انه كأنه يعرقل روتينك اليومي او لانا رح هذا الصغير رح يأتي مع مسؤوليات زيادة سيكون له ثمن هو فعلا سيأتيك بدخل زيادة استقرار زيادة حب زيادة في حياتك يفتح لك ابواب جديدة ولكن ستحس انك اصبحت ايضا مشغولة زيادة وراح شوي في البداية احسك تقاوم التغيير لانه وصلت لمرحلة ثبت فيها نفسك مرتاح مع نفسك مرتاح في وضعك الحالي كأنك تقول لا خلاص توقفنا عند هذا وهذا كفاية احسك قانع هذه هي الكلمة قانع بوضعك ومن اجل ذلك لست متحمس ذاك الزود بشأن التغيير القادم في حياتك على صعيدك المالي ارى ان الاموال هذا لدينا كرت العدالة كرت برج الميزان ولكن ارى ان الاموال رح تأتيك من كذا جانب جانبين بالاحرى رح تأتيك من دخل ثابت انت كنت دائما متعود عليه وايضا رح يدفعلك اموال الناس كانوا مدينين لك فيها حتى مؤسسات كانت مدينة لك باموال معينة اشخاص تدينوا منك رح تأتيك اموال تدفقهم مع بعض رح يحسسك انك مش عارف ايش لنت تتصرف مش عارف توازن نفسك لان انت متعود مثل ما قلت لك انت مرتاح مع نفسك متعود ان الاموال تأتيك طريقة معينة من اشخاص معينين ويوقف الموضوع عند مبلغ معين ولكن تدفق الاموال من كذا جانب رح شوي احسسك لفترة ما لانه رح يبتدي حيكون بالنسبة لك بداية رح شوي تفقد توازنك احسك ورح تكون مثل اللي قاعد تقارن نفسك بالاخرين على الصعيد المالي رح تحس ان لديك الكفاية ولكن في نفس الوقت هي طاقة غريبة بالنسبة لك لديك الكفاية وتأتيك الاموال ولكن دائما قاعد تحس انه ما عندك كفاية انه لحد الان ما وصلت الى مرحلة النجاح او ما وصلت الى مرحلة الختام او المرحلة اللي اذا ملكت هذا القدر من الاموال تستطيع ان تفعل كل ما تشاء لديك الاموال التاري يخبرك انه رح تأتيك الاموال ولكن انت مو قاعد تشوفها كخماسيات حتى انت قاعد تشوفها كميزان انك قاعد تستلم ما عملت من اجله او اللي الاشخاص مدينين لك فيه ما قاعد تشوفها كفرصة انك تستثمر تنمو الاوضاع قاعد تتحسن في احتمال انك شوي تكون متشائم او شوي قاعد دائما عندك احساس بالقلة ودائما تحسن الاخرين يملكون اكثر منك ولكن هذا مجرد وهم لان انت اللي قاعد مثل اللي تفكر هاي التفكير او تلقم نفسك هاي الطريقة من التفكير احتمال الناس اللي قاعد يتقارن نفسك فيهم لا يملكون اكثر منك وليس اداءهم ايضا افضل منك ولكن كنت في مرحلة انتظار وما تستحقه والذي من حقك سوف يأتيك على الصعيد الصحي ما اشوف انه عندك اي مشاكل كبيرة اي مشاكل جدية اي مشاكل يعني تستاهل انك تقلق من اجلها ولكن احسك غير راضي عن احتمال اسلوب حياتك او نمط نمط التغذية عندك شكل جسمك وزنك عندك شوية عدم ارتياح مو كبير لدرجة انه يهدد سعادتك ولكن موجود بشكل صغير اشوفك تبحث عن التطوير والتحسين ودائما تفكر ان انت في السابق كنت افضل احتمال انك في السابق كنت تتمرن تهتم باكلك تعمل نوع من انواع الرجيم عندك نمط غذائي معين تخليت عنها فتحس حاليا انك مو في افضل حالة جسمانية ولديك ايضا ملكة السيوف وهي طاقة الابراج الهوائية بالتحديد ممكن يكون ايضا ميزان او انت الجوزاء فارى انك انت هذا عدم ارتياحك يجب عليك ان تأخذ قرار بشأنه يعني حان الوقت ان انت فعلا تبتدي في التغيير لان طالما كنت تحلم فيه طالما كنت تحلم مثلا او تقول انك رح ترجع الجم او تعمل رجيم يوم الاحد كنت دائما تقول انك رح تعدن نمطك الغذائي حان الوقت التاري يخبرك حان الوقت لاحداث تغييرات كبيرة عشان انت تكون مرتاح مع نفسك لان هاي الطاقة تقولك الناس مو مهتمين هذه عدم ارتياحك الشخصي من نفسك ليس حكم الاخرين هو ما يسبب لك عدم الارتياح وانما نظرتك الشخصية لنفسك فاذا في اي شي انت مو مرتاح معه في جسمك في تغذيتك في طريقة اكلك نظمه احدث التغييرات وعليك ان تكون جاد مع نفسك اما تحدث التغييرات واما انت توقف عن التأفف او الملامة او التدمر توقف عن التدمر يقولك احدث التغيير او توقف عن التدمر على الصعيد الصحي على الصعيد العاطفي مثل ما قلت لك انت رح تروح من خمس الخماسيات الى ستة الخماسيات طاقة ارضية عندك او ترابية ارى انه مثل ما قلت لك الاموال رح تظل تأتيك تتدفق اليك بشكل مستمر بشكل ثابت من كذا مصدر اشخاص مدينين اليك بالاضافة الى دخلك المعتاد بالاضافة الى شيء زيادة قاعدة تسوي تحاول انك تدخل منها اموال الاموال رح تظل تأتيك ورح تتطور في شهر ابريل وتتحسن الى درجة تحس فيها جدا بالاستقرار تحس فيها بالرفاهية يعني رح يتغير الحمد لله وضعك من الطاقة الاولية هذا الشيء رح يغير تفكيرك بخصوص العلاقات الحب رح تحس انك حان الوقت اني افكر بشكل جدي بالارتباط اني اذا كنت انت الرجل احتمال انك تبتدي توفر الاموال من اجل الارتباط او الزواج او رح تحس بثقة اكبر انك تبدأ اعجابك تجاه شخص معين التقيت فيه واحتمال انك تلتقي فيه ايضا في ابريل ارى انه في في احد رح تقع عينيك عليه واذا كنت انت امرأة الجوزاء احتمال ان هذا الشيء التطور المهني او المالي او الاستقرار رح يخليك مستعد اكثر للحب متطلع اكثر للحب والارتباط والشراكة والابناء لدينا ايضا هاي الطاقة طاقة الامومة رح تكون الاستقرار المادي بالنسبة لك هو اللي رح يدفعك ان تبحث عن اشياء مختلفة في الحياة مشاريع جانبية او الشراكة كزواج وحب وعاطفة رح تكون جدا مستعد ومتطلع الى المرحلة القادمة باذن الله الاخبار القادمة اذا انت ابديت اعجابك او احد ابدي اعجابه فيك فتأكد ان في الفترة القادمة في لقاء في لقاء عندك بشخص جدا مهم اذا كنت تنتظر لقاء معين بخصوص ترقية فتوقع الافضل لانه اللي في هذا الكوب عندك الكوب الواحد رقم واحد اللي في هذا الكوب رح يفوق توقعاتك اذا كنت تنتظر احتمال خبر معين بخصوص ترقية مثل ما قلت لك رح يكون شهر ابريل شهر جدا مبشر بالخير الاشخاص اللي في محيط عملك او تجارتك رح يلاحظون ابداعك رح يلاحظون فعلا يرون قيمتك انت شخص صاحب قيمة بالنسبة لهم ولكن هاي الفترة بالذات رح يتأكدون من قيمتك في محيطهم واذا كان اللي تنتظر حب او علاقة عاطفية ففي مثل ما قلت لك بداية الاستقرار المادي رح اما انت تقع عينك على شخص او شخص تقع عينه عليك ارى ان الشخص الثاني هو اللي رح يختارك مثل اللي ينظر اليك ويعرف انه وجد الشريك المثالي لكي يبني معاه ويأسس معاه اسرة ومستقبل وحياة بعد ما يقع عليك انت احتمال ما تكون متأكد عندك غصنين ما تكون متأكد بخصوص هذا الشخص نوايا او مكانه في حياتك الكوب هذا هذا الشخص اداء في حياتك رح يفوق توقعاتك رح يكون افضل من المكان البسيط اللي انت حطيتها لها يعني اشوفك هنا انت مستعد انك تجازف من اجل الحب ولكن هذا الشخص متأكد من الحب يفوقك يعني في التأكد والعطاء يعني انت احتمال ها يمكن ولكن هو بالنسبة ان انت الشخص المناسب وجودكم مع بعض يحس ان الشيء الصحيح يعني يحسك ان انت السول ميت رح اسحب لك الان كرتين كرت واحد تبع النصيحة لشهر أبريل برج الجوزاء نصيحة أخيرة برج الجوزاء سنة بحيث افراد بحيث 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 وميت افراد وميز وماء نصيح وكيف مثل ما قلت لك في البداية عندك الكثير من الطاقة المائية طاقة المشاعر وايضا برج العقرب اتوقع ان الرسالة لك لما يحدث عندك البزوغ يعني راح تظهر فعلا بوادر النجاحات المادية عندك لا تهرب او تكون متشائم بخصوص الحب لان الحب ارى انه يأتي في طريقك بعد النجاح المادي بعد الاستقرار المادي بعد ما انت تكون مرتاح ومستقر مع نفسك فعلا احتمال ان عدم ارتياحك من نفسك وجسمك هاي الفترة هو اللي يوقفك من تحقيق كل هذا الجانب جانب الاستقرار والحب والعاطفة فمجرد ارتياحك مع نفسك احداث التغييرات اللازمة ارى ان هي الكفيلة بان تخليك مؤهل اكثر حتى لو الحبيبة والشريك سيأتي في طريقك او اشياء ممتازة على الصعيد المهني راح تأتي في طريقك ان تكون مرتاح مع نفسك اوثنتيك بالعربي يعني توقع المصداقية لما تكون مرتاح مع نفسك وواضح مع نفسك انه في فعلا تغييرات من فترة ان كنت تريد ان تعملها وحان الوقت ان تعملها راح تجذب بشكل افضل الامور اللي تترقبها في حياتك ورح ايضا اتحب لك كرت تبع ما الذي يجب ان تعرفه يعني مثل خبايا الامور ايضا لشهر ابريل همس الارواح او الروح الهامسة ديفاين قايدنس هاير نوين عزيزي الجوزة هذا بالنسبة لي مثل كرت شبيل يوغير كان العزيز ترجمة نانسي قنقر